دي نقطة مهمة جدا في سبيل بقى تدعيم الاهل لفرق الرياضية المختلفة صفقة مهمة بيعلن عنها الكابتن خلد العوضي مدير النشاط الرياضي تدعيم فريق رجال السلة باللاعب الدولي مصطفى كيجو قادما من الشمال القطري مصطفى كيجو كان لعب سابق في الزمالك ثم انتقل إلى الشمال القطري بيتعاقد معاه الاهل لمدة أربع سنين وبيقول كيجو أنه الحقيقة سعيد بنضمامه للاهل وقال أنه لما يكون في فريق في آخر ثلاث مواسم تقريبا استحوذ على كل البطولات فشرف كبير لي أنه أنضم إلى مجموعة من هذا الفريق بهؤلاء اللعبين وقال أن المفاوضات استغرقت ساعات قليلة جدا أول مرجعت من الشمال القطر في منتصف شهر يونيو الماضي اتكلم معايا الكابتن خلد العوضي والتقيته مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق والكابتن أحمد الجرح المدرب وقال كيجو أنه منظومة كرة السلة في الأهل تسير بخطة كبيرة جدا تجعلني متفائل بالانضمام إليها وأنا سعيد للغاية أن أنا انتقلت للنادي الأهل كيجو وأنا أتابع كرة السلة من أربع خمس سنين بشغف أي اللعب الذي تمنيته تمنيته وأنا كنت شاف أنه لعب مهم جدا ويضيف بس ما عنديش فنيات السلة أو أقول إيه قيمة الإضافة اللي ممكن يضيفها للنادي الأهل ولكن أن يعود كيجو تحت قيادة أوجستي بتطمنك على القيمة الفنية لأن أوجستي مرنه في زمالك فعندما يوافق أو ينطقيه للعودة للنادي الأهل خاصة عارف قدراته عارف ماذا يحتاج حتى حتضيف إيه للنادي الأهل هو في صفقة انتقال حر أي يعني من الحاجات التي يعني أعتقدنا موفقة للألعاب الرياضية وخالد العودي كمدير نشاط رياضي